شادي شعبان حيث أصدر ألبوماته الغنائية التي حققت نجاحنا يمزج شادي بين الإقاعات الشعبية والعاطفية التي تنامس قلوب الجمهور كما أنه يتمتع بحضور قوية على منصات التواصل الاجتماعية حيث يتابعه الألاف من المعجبين على مختلف منصات السوشال ميديا وبفضل موهبته وجهوده الدؤوبة نجح شادي شعبان في تحقيق مكانة مرموقة في صناعة الموسيقى الشعبية اللبنانية والعربية وأصبح من أبرز الوجوه الشبابية في هذا المجال صارت مليار بالمية إلا كلمي مشاهدينا للتعرف أكثر على هذه الشخصية المميزة خلنا رحب معاكم بضيفنا في الستيديو المطرب ألم وتميز شادي شعبان مساك الله بالخير يا شادي وحياك الله ويانا مساء الأنوار ومساء الخير عليكم الجميع شادي بدايتها خلينا نتكلم عن آخر أعمالك الفنية قولك كلمة وبلهجتكم إلا كلمة نتكلم عن هذا العمل الفني عن الكلمات وبعد ألحان هذه الأغنية نعم الأغنية كلمات خالد الجراح وألحان والضاح صراحة أغني كنت ناطر صار لفترة ومش عامل عمل جديد فرتبت للموضوع ونزلنا على لبنان وجهزنا له وصورنا كليب طبعا مع سامر محمود المخرج وأحمد المنجد فكانت خطوة كتير حلوة رجعنا هيك ريفرش رجعنا شوي على السيحة وهيك الحمد لله يعني الحمد لله طبعا نحن سعيدين بوجودك معنا اليوم وصراحة أنا قبل الهواء سمعت صوتك بشكل بسيط ولاحظت أنه ما شاء الله تبارك رحمنه والمعروف عنك أنك تبارع في الفن الشعبي ولك ما يميزك في هذا الفن شو اللي يميز الفن الشعبي وخلنا نتكلم من أنه ممكن يكون بعض الأحيان يسمونا فن العتابة وأيضا المؤويل شو اللي يخلي هذا الفن مميز عندنا للأخرى هلأ شوف الفن الشعبي هو فن شعبي يعني هو قريب للعالم بيجيب الفرحة أكتر بتحسه يعني كل الناس بتحب تروح عليه مثلا للفرحة يعني بتلاقي مثلا تجتمع العالم دايما على الفن الشعبي بما أنه بعيد مثلا عن خلنا نقول لك الحزن أو الكلاسيك أو أي شيء فإله سمعته طبعا أنا بحبه وبعشاه لأنه تخليك أكتر يعني هيك مع العالم نعم بسيط ومألوف مصبوط صحيح يعني شادي ما شاء الله عليك تميزت بعد بالعزف على آلة العود نتكلم عن هذا العزف وعن هذه الآلة وهل تعلمتها بشكل أكاديمي ولا هي فقط مجرد هواية؟ تكون صادق معك يعني نصع ونص يعني كنت تعلمت شوي أكاديمي وشوي رجعت كفيت أنا طبعا يعني قالت العود من أصعب الآلات أنه واحد يتكون العزف عليها فكنت أنا يعني عم بتعلم كرميل أحفظ أكتر المقامات وكيف الغنى الشرقي بيكون أفضل تتمكن الإنسان أكتر من مغنى يعني حلو عشان تساعدك نصع نصحة قال لك نعم جميل جميل جدا طبعا أنا بالنسبة لي من أمكن يعني لما يكون موجود فنان مميز مثلك لازم نسمع صوتها أكثر أكيد ضروري اللوم لازم أكثر ما أسأل أكثر ما أسأل لازم أسمع صوتك فلازم تسمعنا شيء بسيط من صوتك الجميل هل يتكرم عيني بدي ياها تشتأ لي وتخاف علي بدي ياها تنام وتحلم بعيني بدي ياها تشتأ لي وتخاف علي بدي ياها تنام وتغفى بعيني تكون الفرحة الناطرة خافش لحظة إخسرة نرسم دحكي لما تحكي كلمة شوفة أغمرة بدي ياها تمشي بدم أطعام مني بدي ياها واتهمي تبقى أمي قلبي تخبى فيها يركض لايها يلاقي تاخد روحي داوج روحي جوا ضلوعي خبية بدي ياها الله عليك يا شادي الله يعني جمال الصوت جمال الأداء شادي لو نرجع شوي لذكريات ستيديو الفن كلمنا عن هالمشاركة الجميلة في هذا البرنامج صراحة هذه خلينا نقول المرحلة كانت أساسية دائما بتخلي الواحد يتعلم على التحدي على المنافسة على الروح الرياضية بيفوت فيها بين زملاء وبين جولة لجولة فطبعا تعلم مننا إشي كتير حتى تعلمنا موسيقيا تعلمنا طلعت المسرح أكتر تروحي تطلع قدام ملايين من الأشخاص تتعلمي على الكاميرا الوقف الأداء كل شيء فكانت شيء كتير حلو يعني بتخلي الإنسان ينسقي الأكتر ويعرف شو الأفضل لإله وشو اللون اللي ممكن حتى الناس تحبوا فيه نعم جميل طبعا ما شاء الله عليك يعني أنت صوت جميل وطربي وقادر على أنك تثبت نفسك في الأداء الصوتي لكن هل تتوقع أن استوديو الفن اختصر المسافة لك للوصول للجمهور هل ساعد شادي بأنه يوصل بهذه السرعة ولا أن تعتبر أن هي نقطة لكن في أشياء ثانية زادتك في هذا بالعكس كانت خليني أقول لك أنه أكثر تعطيك يعني تعطيك إطلالي على العالم تنشرك يعني خليني أحكي مثلا كميديا بالعكس وكاسم يعني استوديو الفن كان من البروغراميات الخرج أفضل أصوات المعروفة بالوسط الفني هلأ فأنا بلاقي أنه كان شيء كثير كويس يعني كان جميل يعني والجميل أيضا شادي احنا تكلمنا عن آخر عمل لك قل لك كلمة نبقى بعد نعرف بشكل حصري لا قلاط لبجيرة وبتحديد استيديو لبجيرة شو مشاريعك القادمة إن شاء الله في عنا أغني صراحة قيد الدراسة أكيد اشترينا الكلام واللحن إن شاء الله إذا الله راد خلال نقول هالكم شهر اللي جاي ما ما نقول إمتى بس قريبا إن شاء الله لدينا أغنية كثير حلوية جديدة كمان إن شاء الله إذا الله راد بلكي كان من نرجع لكون لنا فرصة نطلقها من عندنا إن شاء الله رح تكون في الإمارات ولا بعد بتسافر على لبنان يعني مبدأ أيا مش عارفين ممكن تكون بالإمارات ممكن تكون ببنان بس مبدأ أيا ممكن الألحان ممكن حتى بعض اللهجات لكن شو الأشياء القريبة لقلب شادي شو الأغاني القريبة أو النمط الفني أو الطربي اللي يعجب شادي أنا بكون صادق معك يعني أقول لك أي شيء قريب للروح أي شيء يجعلك تعبر عن مشاكلك عن مشاعرك عن رسالة حيب توصلها قصة حب يعني كان هذا يكون أقرب لإلي يعني ممكن أقول لك شوية يمكن اللون الحزن أكتب كون قريب لأي لي أكتب العتب والأغاني والحب وهيك جميل والرومانسية طيب يعني شادي هالمرة أنا اللي بقول لك حابين نسمع منك شيء نسمع مني شيء شو بتسمعنا سمعك موال موال حلو و يلا 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 لا يا بها من شفافك من شفافك ورد وزهور لمو وأنا طفل اشتك من الحب لمو يا بها من شفافك ورد وزهور لمو وأنا طفل اشتك من الحب لك لأمه وإذا دياب الكون حولك يبا إذا دياب الكون حولك التم ما تطل السبع واللد يا 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 طبعا يمكن بعض المشاهدين ما يعرفون هذا النوع من الفن اللي هو العتابة صراحة مميز في أداء هذا الفن ويعتبر ممكن لبنان وبعض المناطق في دول الشام يمكن كثير مهتمين فيه وممكن بعد فيه نغطة شعرية في الموضوع هذا اللي هو الكلمة الأخيرة لازم تكون على نسق واحد ولكن المعنى مختلف نعم فصراحة مميز جدا في هذا النوع من الفن وأتوقع بعض قريب على قلبك لأن أداءك فيه اختلف بشكل كبير صراحة أنت قلت أنك تقريب للأغانية الرماسية والأشياء التي تعتبر في مجال العاطفي بشكل عام وممكن العتب وأشوفك تغني في العتابة شوي لكن من أنه ممكن أنك تجرب أنماط جديدة أو دخلنا نتكلم تدخل في عالم جديد من الأغاني التوزيع الألحان الجديدة هل ممكن شادي يغوح لهذا النوع؟ شوف الفنان لازم يكون يبرع بكل الألوان صراحة مش غلط بالعكس أنه واحد يجرب بس الأفضل أنه طبعا يغني لصوته أكتر يعني يكون شيء يشبهه أكتر يعبر فيه عن أحساسه أكتر مثلا بتلاقي مثل حضرتك تفضلت وقلت أنه ليك لون العتابة يعني هو يمكن يخلقنا ربينا بمنطقة جبلية بنسمع الأغاني من الناس حوالينا فتبقى هيك مثل الماء اللي بنشربها عرفتها فأكيد مش غلط واحد يغني الرومانس يغني الشعب يجدد ويغير مش غلط حلو فيه ناس كثير تبرع بك كذا لون حلو ويرضي كل الأذواق يعني في النهاية حلو لأن أكيد أذواقنا مختلفة أكيد صحيح وأتوقع يعني تفرق الرحمن يعني طبقاتك وطبقة صوتك ممكن أنها تروح على أكثر من جانب غنائي أنا مدحتك اليوم كثير ما شاء الله تمرك أما أنت تستاهل صراحة سمعني شيء فلاك أنا طبعا بعد أسمع شيء ثاني بعض شيء زياد يلا إحنا طماعين اليوم لا أنا لا أسمعناك كثير فلازم نسوح صحيح يلا 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 آآ دعنا نسمع مثلا شيء عربي هكذا نروحا يلا أنا أنا بعشاءك أنا ترارارا أنا كلي لك أنا ترارارا أنا 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 نفسه هادي وفي منامي بندهك بسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك بتحبني ولا نكاتك عالقلب نارك نهارك قول يا حبيبي حبيبي أول أول يا ملاك سلام يا سلام طبعا أنت أديتها بأسلوب مختلف أسلوب شادي هذا مقام شادي يا طيك العافية طبعا نحن شادي عندنا فقرة أنا أحبها وزينب تحبها صراحة وأتوقع المشاهدين يحبونها وهي فقرة الصندوق الأبيض هذا الصندوق في ثلاث أسئلة الأسئلة هذه لازم نجاوب عليها بك صراحة وشفافية مثل ما تقول زينا بكل مرة جاهز؟ جاهز الفقرة هذه يلا مشاهدينا ننتقل لفقرات الصندوق الأبيض جاهز صح؟ وتامر جاهز وأنا جاهز؟ أنا جاهز جدا وأنا أتوقع أن متحمسة هي تسانك أنا أشيل لك الجسم شكرا لتساعدني جاهز طوام الحين السؤال الأول يا شادي من هو الفنان اللي تعتبر مسيرة الفنية مثل أعلى وقدوة لك وتتمنى أن مسيرتك الفنية تكون مثله؟ صراحة شخص كتير بحبه وبحب لونه وأغانية الفنان الكبير ملحم زين حتى كان له هيك بصمة حلوة لما كنت عم بقدم ببروغرام استوديو الفن كان أطلق أغنية من هناك وكان له رأي كتير حلو شجعني وبحب فنه كتير يعني بحب أغانية بحب فنه بحب أديش هو إنسان بالرغم من الشهرة اللي وصل لها بعضه متواضع قريب للناس ثم يفوق بحفلاته وتحسسه كتير قريب للعالم نعم فصراحة من أحد الأشخاص اللي كتير يستاهل يستاهل تحية صراحة نحن بالنسبة لنا معجبين في صوته بشكل كبير لكن نحن نروح للسؤال الثاني سعديني نحن نشوف شو السؤال السؤال هل فكرت بينك وبين نفسك أنك تترك الموسيقى وتتجه إلى مهنة أخرى؟ أتركها نهائيا لا بس كمهنة أخرى طبعا أنا أشتغل بمجال العقارات كمهنة أخرى في دبي من تقريب التسعة سنين ما شاء الله ما شاغل نفسك بشي ثاني أكيد جميل فمهنة العقارات من المهنة الكتير حلوة بتخليك كمان نهية فيها الكونيكشن صحيح بس لأ لأن الفن بالنهاية خلص هو بدمك فيك صح شوية مؤثر بحق حالي خليني أقول أنا بس لأ أكيد الفن ما تركه أنا ما إلي غناء عمار حالي للأسف السؤال الثالث والأخير تمام يا شادي السؤال الثالث أغنية الفنان يعني غيرك أنت حبيت تغنيها وحبيت أن هذه الأغنية تكون لك أنت تكون أغنية لألي في كتير أغاني بحبها صراحة كتير كتير أغاني بحبها يعني اختار أغنية شيء اللي تختار على باقي أولا خليني أقول مثلا محتار محتار صراحة هم شكلهم أكثر من واحدة بس أنت يعني اختار فيني أرجع أقول مثلا ملحم زين تمام عنده أغنية أغنية شجابك أحينا يا صغير يعني الإشي حلوة الغنية حبها يعني هيك صرت فيها وكلنا نحبها صراحة من الغاني الجميلة جدا واختيار موفق فعلا ويعني ما شاء الله إجاباتك كانت رائعة وصريحة شادي استمتعنا معاك في هذه الأمسية الأكثر من رائعة نتمنى لك كل التوفيق في المجال الفني وأيضا في ساحة الغناء كل الشكر لك المطرب والفنان المتميز شادي شعبان شكرا 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 شكرا